في ظل انقسامات عميقة بعد عدة أيام من دخول لبنان في فراغ الرئاسي أثر انقضاء ولاية رئيس ميشيل عون فشل البرلمان للمرة الخامسة على التوالي في انتخاب رئيس جديد للبلاد نتائج فرز أصوات أعضاء مجلس النواب اللبناني أظهرت حصول المرشح ميشيل معوض على 44 سوطن من بين 180 نواب حضروا الجلسة للتصويت فيما امتنع 47 نائبا عن التصويت بتقديم ورقة بيضاء فشل البرلمان في انتخاب مرشح حتى الآن يؤشر إلى أن العملية الانتخابية قد تستغرق وقتا طويلا ما يزيد من تعقيدات الوضع في البلاد الغارقة في أزمة اقتصادية خانقة بحسب مراقبين هذا وحدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري اليوم 17 من نوفمبر 22 موعدا للجلسة السادسة لانتخاب رئيس الجمهورية في سياق متصل قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إنه ما زال بإمكان بلاده إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على الرغم من عدم وجود رئيس أو حكومة كاملة الصلاحيات وبحسب ميقاتي فأنه بمقدور البرلمان تمرير الإصلاحات التي يطالب بها الصندوق النقد ولانتهاء من الاتفاق إذ كان يرغب في ذلك وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري خوري اعتبر أن الموافقة على الاتفاق بدون وجود رئيس أو حكومة ليس أفضل للحلول لكنه أشار إلى أن فرغ السلطة سيتطلب تدخل البرلمان هذا ووقع لبنان مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في نيسان إبريل الماضي لكنه يمضي ببطء في تطبيق سلسلة من الإصلاحات التي يطلبها الصندوق لوضع اللمسات النهائية على اتفاق ينظر له على أنه حيوي للخروج من أسوأ أزمة يواجهها لبنان منذ الحرب الأهلية التي انضلعت بين عامي 1975 و1990 ساينة